نشعر فيه بالحزن والألم جميعا بكل فئتنا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أولا نعدي أنفسنا كما قلت أنفا ونسليين قاطبة لكن هذا الحادث البشع والأليم يعطي مدلولا أن بالأمس القريب فجروا إمام المسجد وبالأمس فجروا إمام الكنيسة في يوم المسترد أن العدو لو الجمعة يوم الجمعة لو الغاشم هذا الذي لا يفهم ولا يعرف الدين لديه زر من العلم أن هذا مناسبة ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ وتخير الوقت ولكنهم يحرسون في أرض جهنم فاختاروا هذا اليوم ليعكروا على المسلمين صفاتهم واحتفالهم برسول السلام والأمن والأمان ثم يعطوا مدلولا قطعي الثبوت ودلالة الثبوت في أنهم لا يعرفون دين وأن الاذهاب لا دين له وأن لا يعرف التوقيت ولا يعرف المكان ولا يفرق بين أي شيء غير أنه يريد تهديد أمن واستقرار هذه البلاد نقول للإخوة المسيحيين من قتلوا ومن استشهدوا فنحن هم وهم نحن لا يفرقنا أي شيء منبتنا واحد وماءنا واحد وسماءنا واحد وشمسنا واحدة وأن رسول السلام صلى الله عليه وسلم بينا لتابعيها الذين يحترمون هذا النبي أن العلاقة بينا الآخر ليست علاقة عبائية ولكن علاقة يعلوها وتسمو بالرحمة والمودة والإحسان هذا ما جاء خلال بيان مشيقة الأزهر وعلماء الوطنية وعلماء الدين لابد أن يفهم الجميع أننا في مرحلة من مراحل فاصلة في حياة مصر وأن العدو لا يترك المسيحي ولا المسلم ولا الضابط ولا الفلاح في أرضه ولكنه يريد أن يهجد استقرار هذه البلد باسم الدين أو باسم الأمن أو باسم الرئاسة أو باسم المناصب والاستقرار والديمقراطية والدعوات الباطلة نقول لهم جميعا مصر ستبقى دائما وأبدا بقطيها المسيحي والمسلم حماية لهذا البلد وستكون وعلى مر الزمان هي منارة الأمن والأمان والدعوة للفرقية والوسطية والاستقرار طيب يعني اسمح لي من ناحية تطبيقية أو من ناحية عملية هل نحن سنفكر مثلا في أنه يكون عدد من الخطب للجمعة مثلا سيصدر مثلا أو تكون موحدة فيما يخص الدفاع عن مصر ووطنية مصر توعية الناس بالمخاطر اللي بتواجه المصريين جميعا أيضا ممكن ربما تكون في بعضها رسائل الخارج عن وحدة هذا الوطن ووحدة هذا الشعب هذا ما أشار إليه السيد الرئيس الجمهورية يوم الخميس الماضي في احتسال وزارة الأوقاف بمولد النبي صلى الله عليه وسلم موجه أن الخطاب الديني لابد أن ينتقل إلى مرحلة العلاج النفسي والعلاج الروحي وخصيص المفاهيم الخاطئة بتضامن كل المؤسسات والهيئات والمتخصصين نعم ستكون هناك لقاءات وتروس في هذه الأوناء نظر أن وزارة الأوقاف بتنسهج أن هذه المناسبة الكريمة مولد النبي صلى الله عليه وسلم تغير تماما الخطاب في هذه المناسبة من الدعوة للأخلاق وكيفية التعايش مع الآخر ووضع المواقف للنبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يتعامل مع الآخر وكيف استقر الأمن والأمان في المدينة الملورة أول المجتمع الإسلامي إذن إن شاء الله سنتضامن سويا الجندي بجوار الداعية والراهب في التنيسة بجوار الداعية لا يفوتني لازم أسألك سؤال فضلة الشيخ صبر عبادة مشار وزارة الأوقاف لا يفوتني أنا أسألك السؤال الأهم خاصة أنه إحنا أبو ظبي دلوقتي مؤتمر كلمة طبعا فضلة الإمام الأكبر دكتور الطيب في أبو ظبي مؤتمر اسمه رؤساء البرلمانات الفكر الإرهابي الفكر الإرهابي ماذا الوزارة ستفعل في هذا التوقيت وعايز أقول أنا قلت يا فردين فكر وليس خطاب لأن خطاب معالجته في صيغة أما فكر فأنت بتعالج هيكل وأساسيات اللي بتقام عليها كل الخطابات نعم نعم العلاج الصحيح في هذه المرحلة أن نترك المواقع وأن نترك الغرف المغلقة والمباني وننجل في الشارع فعلا للحوار المسلوح ونفهم تماما الساكت والذي لا يستطيع أن يتكلم من أطحاب الفكر المتشدد يكمن بداخله قنبلة فنبود يكون فيه كوادر فعلا صح كلامك مضبوط وهذه الكوادر الفنية تخرج على أرض الواقع وتناقش الفكر وتعالج الفكر لأن معالجة الفكر ظهورة حتمية في هذه المرحلة ونظر أن بعض شباب الجامعات والشباب المغرر به والعملاء والمنتسين والذين لديهم ويتخذوا من المواقف الاقتصادية والسياسية زريعة لكلمة الظلم والظالمين وهذا باطل أصلا ولو نظر في نفسه لو وجد نفسه أنه ظالم من البداية إلى النهاية طيب أنا بشكرك جزيلا فضيلة الشيخ صبري عبادة مستشار وزير الأوقاف شكرا جزيلا وربما يكون هناك تكثيف للفكر الفكر الديني عموما بشكل عام الفكر الديني عموما لتوعية الناس فيما خص الشباب هذا هو المطلوب الآن أقول فكر لأن الفكر هو أساس الخطوة